لم يتحدث الأمريكان في مصادرهم وأفلامهم الوثائقية عن استخدامهم لسلاح غير تقليدي ومحرم دوليا فقد أخفوا ذلك عن الإعلام لأنه سيثبت أنهم انهزموا في معركة المطار أمام صمود القوات العراقية والفدائيين وتكبدوا خسائر كبيرة ومضطرهم إلى استخدام هذا السلاح الذي يبيد الأجساد البشرية وتظهر بعض الصور تفحم أيدي المقاتلين على سلاحهم وهم يقاتلون ويؤكد قائد الحرس الجمهوري الفريق أول سيف الدين الراوي أنه لم يعد أحد من الذين شاركوا في معركة المطار بسبب استخدام الأمريكان لهذا السلاح النووي الفتاك لم يكن في نية الأمريكان عند انسحابهم من المطار إعادة تشكيل قواتهم للهجوم مرة ثانية عليه لأنهم لم يكنوا يريدون الالتحام المباشر مع القوات العراقية التي حررت المطار منهم ودمرتهم فقد خسروا الكثير ولا يريدون خسارة أكثر ولهذا لجأوا إلى قصف القوات العراقية الموجودة في المطار بأسلحة دمار شامل محرمة دوليا لكي يتمكنوا من إعادة السيطرة على مطار صدام الدولي اشتركوا في القناة